ينضم إلينا من مدينة تالفيف مفادنا أنس أصبار ومن العاصمة الروسية موسكو مرسلتنا أريج محمد من بروكسال مفادتنا عزة غريبة أهلا بكم جميعا أبدأ من مفادنا أنس أصبار إلى مدينة تالفيف أبرز تطورات الميدانية لديك أنس ويعني أبرز ما يرد حول المعارك الدائرة والأوضاع الإنسانية أيضا في مختلف المناطق مروج على الأقل قبل دقائق تنقل وسائل الإعلام الأوكرانية عن مسؤولين غربيين أمريكيين بأن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الساعات الماضية رتلا عسكريا روسيا يبدو أنه الذي كنا قد أشرنا إليه في السابق وهي القافلة المتجهة تقريبا من الشمال الغربي باتجاه العاصمة كييف هذه التصريحات تؤكد على الأقل ما تتحدث عنه السلطات الأوكرانية من أنها ستستهدف وستدافع عن العاصمة كييف بكل قوتها حتى الآن نعلم أن القوات الروسية تحاصر هذه المدينة وتحاول الدخول إليها من المحاور التي بدأت القتال منها سواء من الشمال الغربي أو الشمال الشرقي وحتى من الجهة الشرقية هناك استهداف للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية غربية العاصمة لكن غالبا ما يحدث ذلك عبر غارات جوية بخلاف ذلك المسؤولين الأوكرانيون يتحدثون عن أن أوديسا لم تشهد تحركات عسكرية روسية حتى الآن يقولون بأن هناك محاولات روسية للدخول إلى هذه المدينة الشاطئية لكن بكل الأحوال إلى الشرق منها تحديدا في ماريوبل وفي زاباروجيا هناك سيطرة روسية على هذه المدن إضافة إلى تقدم من قبل الانفصاليين في إقليم دونباس شمل حتى مساء الأمس نحو أربعين بلدة في هذا الإقليم المكون من دونيسك والوهانسك بكل الأحوال سياسيا حتى الآن يطالب الرئيس الأوكراني بالمزيد من الدعم الغربي ويقول إنه تحدث إلى مفوضة الشؤون الأوروبية وطلب منها مزيدا من الدعم هذا الدعم الذي تطالب به أوكرانيا يكون على شكل ضغوط دبلوماسية عبر العقوبات وآخر عسكري يطالب فيه بتدفق المزيد من المساعدات والعتاد والذخيرة للجيش الأوكراني كنا في وقت سابق قد تحدثنا عن دخول مقاتلين أجانب تقدر بعض المصادر المحلية أعدادهم بالألاف وربما هذا تطور مهم بالنظر إلى أن أوكرانيا حتى في الداخل تحاول حشد قواتها وفتحت الباب للتطوع في الجيش وتقدم الأسلحة لمن هم قادرين على حملها إنسانيا أيضا ما زالت الحدود تحديدا على بولندا هناك اختناق كبير علمنا من زملاء لنا ومصادر على الحدود بأن طابور السيارات حتى الآن يتراوح بين 20 و 22 كيلو مترا وهو تكدس كبير للمركبات على خلاف ما تحدثت به بعض المنظمات الإنسانية وحتى السلطات الأوكرانية والبولندية من أنها عززت من أو سرعت من إجراءات إدخال اللاجئين إلى الأراضي البولندية أزمة أخرى تشهدها القطارات في أوكرانيا سواء تلك القادمة من أقصى الشرق في دينيبرو أو حتى في أوديسا البعض وصل قبل ساعات تحدثنا إلى بعضهم هنا في ليفيف قالوا أنهم أمضوا نحو 23 ساعة في القطار الذي يسمح فقط للنساء والأطفال والشيوخ بركوبه وإضافة إلى ذلك فإن هذه الأزمة تنتقل هنا إلى ليفيف حيث محطت قطارات أخرى يحاول من خلالها عدد من اللاجئين التوجه إلى بولندا باستخدامه ليتجنبوا الأزمة التي تتواجد على الحدود البرية أضيف على ما قلتها أنس أن مدينة ماريبول التي تدور فيها المعارك عمدة ماريبول أدل بتصريحات قبل قليل بأنه تقريبا هي على شفى مجاعة وأنه لا وجود للماء أو التدفئة أو الكهرباء في هذه المدينة أتحول إليك أريج مرسلتنا من موسكو أتحول إلى مرسلتنا أو مفادتنا إلى بروكسيل عزة غريبة عزة المواقف الأوروبية حتى الآن ليست واضحة من ردود الأفعال التي من المنتظر أن تتخذ على خطوة الاستلاء على مفاعل زابروجيا وهناك بحث لتنسيق المواقف وهناك قمة لمجلس الأمن منتظر أن تتم بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني أو بدعوة من بريطانيا ما الذي يضر في الأروق حول ردود الأفعال الأوروبية؟ بشكل أساسي مروج الحديث عن مساعدات عاجلة ستقدم إلى أوكرانيا أنت تعلمين أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو مليار ومئتي مليون يورو لمساعدة أوكرانيا وبدأ بتوصيل هذه الحزم من المساعدات إليها ولكن يبدو بأن الإجراءات التي ستتخذ اليوم ستحاول تسريع هذا الموضوع خاصة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ولبلدان الجوار التي تستقبل الكثير من اللاجئين ألفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المنعقد هنا حيث نحن ينضم إليه وزير الخارجية الأوكراني الآن عبر تقنية الفيديو وكذلك يشارك وزير الخارجية الأمريكي وزيرة خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية كندا وبالتالي المشاورات هي واسعة لا تقتصر فقط على الجانب الأوروبي وسبقها كما ذكرت صباح اليوم مشاورات لوزراء خارجية حلف النيتو الذين كانوا مجتمعين في مقر الحلف قبل أن يصل غالبيتهم إلى هنا للمشاركة في هذا الاجتماع مع الدول الأوروبية التي ليست عضوا في النيتو وبالمناسبة العديد منها طلب هذه العضوية لشعوره بأن خطرا داهما يتربص بهم والتطورات على الأرض الأخيرة المتعلقة بالمفاعل النووي قد فرضت نفسها أيضا على الطاولة وأخافت من تطور الأوضاع على الأرض بشكل ربما يشي بتدهورها سريعا وتنفيذ الروس لتهديدهم باستخدام القوة أو تلويحهم باستخدام القوة النووية وهذا ما يخشاه الأوروبيون يقولون بأن القادم أسوأ إن كان على الأوكرانيين أو إن كان على أوروبا بالعمل الآن نتحول إلى واشنطن ومرسلنا جو تابت جو من خلال تصريحات بلينكين وأيضا من خلال حديث المسؤولين الأمريكيين هل نلمس قلقا أمريكيا مما يحدث الآن وربما تصعيدا أو تغيرا في المواقف الأمريكية ربما تشهده الأيام المقبلة القلق الأمريكي موجود مروج وهذا القلق عكسته السياسة القاسية التي اتبعتها إدارة رئيس جو بايدن من خلال فرض عقوبات قاسية وكان آخرها يوم أمس على الحلقة الضيقة من الرئيس بوتين طبعا القلق موجود أيضا من خلال مواصلة وأعلان وعدم تردد الولايات المتحدة بالقول علنا ورسميا أمام كل المحافظ الدولية بأنها تمد الجيش الأوكراني بالسلاح والعتاد الفتاك والصواريخ المتطورة لوقف التقدم العسكري الروسي داخل أوكرانيا القلق موجود أيضا من خلال الزيارات المكثفة التي يقوم بها كما أشرت أنتوني بلينكين لأوروبا وأيضا رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال مارك ميلي وهناك حالة تعبئة عامة في الإدارات الأمريكية في واشنطن لمواجهة ما يحصل وهنا لابد دعيني أشير وبسرعة بأن مسؤولا في البنتاجون تحدث مع الصحفيين عبر الهاتف قبل قليل وأكد بأن هناك اجتماعات تحصل كل يوم أقله مرة في النهار بين القيادة العسكرية الأمريكية رئاسة الأركان في البنتاجون والقيادة العسكرية الأوكرانية وأن هناك أربعة عشر دولة تابعة للنيتو أوصلت سلاح فتاك إلى الجيش الأوكراني باختصار هناك جو من التعبئة والقلق وطبعا وكما قالت عزة في بريكسيل بأن ثمت قناعة بأن يمكن أن الأعظم هو الذي سيأتي في الأسبوع المقبلة هو القادم هذه تصريحات تأنته بالفعل والمسؤولين الغربيين أتحول الآن إلى مرسلتنا من موسكو أريج محمد أريج الوضع بالنسبة للقوات الروسية على الأرض في أوكرانيا كيف هو والتحركات التي تتم أيضا على مستوى ردود الأفعال على التصعيد الغربي الدبلوماسي والسياسي الذي تشهده الساحة حاليا مروج في الواقع موسكو في تصريحاتها تصاعد أيضا حيال التصعيد الذي يحدث فيما يتعلق بما تقوم به في أوكرانيا من عملية عسكرية خاصة آخر التصريحات التي صدرت عن الاستخبارات الخارجية الروسية في هذا الشأن تتحدث عن خطر داهم تحاط به روسيا من قبل حلف شمال الأطلسي والدول التي كما تقول موسكو في هذه التصريحات تقوم حاليا بالحشد والتصعيد العسكري من خلال استجلاب هؤلاء المقاتلين الأجانب من كل حد وصوب تقرير حديث صدر منذ قليل للاستخبارات الخارجية الروسية يتحدث عن أن هؤلاء تأتي بهم استخبارات التابعة لدول حلف شمال الأطلسي من دول كانت جزءا من يوغسلافيا السابقة مثل كوسوفو مثل الجبل الأسود وغير ذلك وأيضا حتى سوريا يتحدث هذا التقرير عن أن هناك أحدى القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا التي تقوم بتدريب بعض المقاتلين وجلبهم للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا إلى جانب من تسميهم روسيا المتطرفين الراديكالين أيضا تتحدث عن أن الجانب الغربي يحاول قدر الإمكان ومن خلال التعبير تتصفه بابتلاع يمكن القول كذلك تجاوزا ابتلاع الاستخبارات الأوكرانية الخارجية منها وأجهزة الأمنة الداخلية الأوكرانية وتوجيهها وجعلها معادية تماما لما تقوم به روسيا أو ما تحاول أن تصحيحه أو كما يقول الجانب الروسي وفق روايته في أوكرانيا فيما يتعلق بتصحيح مسار السلطات الأوكرانية وجعلها أكثر اعتدالا من التوجهات الروسية لأن روسيا في النهاية لا تريد أن تكون أوكرانيا دولة على حدودها متاخمة لها ترتبط معها بتاريخ وعلاقات كثيرة أن تصبح معادية وتصبح منطلقا لهجمات يشنها الآخرون على أراضيها كما تتحدث الاستخبارات وتحدث المسؤولون في روسيا على الصعيد الوقع الميداني مروج نشهد وانطلاقا من كل هذه التصريحات استمرارا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على طريق ما يحيد كل هذه المخاطر التي تتحدث عنها روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا وأيضا نلمس من خلال ما تحدث عنه الرئيس الروسي مع نظيره الألماني خلال الاتصال الهاتفي رغبة في استمرار الحوار رغم كل هذه الخلافات وكل هذا التصعيد شكرا جزيلا لشبكة مرسلين من العاصمة الروسية موسكو مرسلتنا أريش محمد أيضا من واشنطن مرسلنا جو تابت وأشكر مفدتنا إلى بروكسل عز غريبة وأخيرا مفدنا إلى مدينة الفيف غربية أوكرانيا أنس أصبار شكرا جزيلا لكم